في سؤال بيقول وصلنا على صفحتنا بيقول علي أيام رمضان ولو إننا ما أضطاش قبل رمضان هل علي إثم لو ما أضطاش قبل رمضان مع تقصير ومع عدم القيام بواجب القضاء مع إننا كان عندي الفرصة طبعا هذا ممنوع هذا محزور لكن لو أنني كان في عزر كانت بتردع كان حد عنده مرض للأيام كان فيها أيام فيها أعمال شقة ومش عادر يبقى إيه لا يحصل هتقضي الأيام اللي عليه من رمضان بعد رمضان وليس عليه فدية يقضي الأيام التي عليه فقط لإني سمته انشغلت بالأيام للقضاء فقط وليس هناك موجب لي وهذا ما عليه الفتوى وليس هناك موجب لي الفتية لأنه عليه أيام القضاء وزمته إذا هو قضى الأيام التي عليه بارئت زمته فإذا كان هناك عزر لتأخير القضاء لما بعد رمضان فليس عليه شيء أو ليس عليها شيء رمضان بعد ما تنتهي من حملاء أو بعد ما تنتهي من رضاها نعم